فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتة نعم الشاهد من قوله من سكن البادية جفى هذا دليل على ما سبق أن البادية في الغالب تكون محل للجفى وأبعد عن العلم وعن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الجهل فلذلك ذمت البادية والتعرب سكن البادية والأعراب لأنهم أقرب إلى الجهل وعدم العلم ولهذا قال من سكن البادية جفى مفهومه أن من سكن الحاضرة فهو أقرب إلى معرفة الحق ومن تبع الصيد غفل الذي يكون ديدنه دائما ملاحقة الصيد في البراري خروج للصيد الصيد أصله مباح أصل الصيد مباح بشرط أن لا يشغل عن ما هو أهم أما هو أهم منه ولكن مع هذا من أكثر منه فإنه يغفل عن الفقه ويغفل عن الدين فلذلك فهذا معناه أن الإنسان لا يكون منهمكا في الصيد وإنما يخرج إلى الصيد أحيانا وبمقدار لألا يغفل مع الغافلين ومن أتى السلطان فالذي يأتي السلطان على قسمين يأتيه للنصيحة والموعظة وبيان الحق فهذا أمر مطلوب بل هذا واجب لأنه من الدعوة إلى الله ومن التعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى وعلى النصيحة نبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة مطلوبة ومنها النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين فهذا الإتيان محمود لأن القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة الناس مصلحة السلطان ومصلحة الرعية لأن السلطان إذا صلح صلحة الرعية والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمور أو لا يبلغه بعض ما يقع فيه أو كثير مما يقع فهو بحاجة إلى أن يزار وأن يناصح وأن يبين له وأن يبلغ هذا القسم القسم الثاني زيارة السلطان لأجل التملق أو طلب الدنيا دون نصيحة ودون بيان هذه مذمومة وهذه تبعث على الفتنة لأنه يجامل السلاطين ولو كانوا على غير طاعة فيجاملهم من أجل طمع الدنيا فهذا فتنة عن الدين لأن الغالب في السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات فإذا أتاهم هذا الإنسان ولم يبين لهم ولم ينصحهم وربما يجاملهم ويفعل مثل فعلهم فيكونوا قد افتتن في دينه لا حول ولا قوة إلا بالله فليس معنى قوله من أتى السلطان افتتن الذنب على الإطلاق بل لا بد من هذا التفصيل نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال ومن لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنو إلا ازداد من الله عز وجل بعداء نعم هذا كما قلنا إذا كان القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له ومجاملته على ما عنده من الأخطاء فهذا مذموم وهذا يفتتن صاحبه فيصاب بما أصيب به السلطان وفي هذه الروايتين دليل على أن المقصود هو الاكثار من إتيان السلطان من لازم السلطان يعني من أكثر من المجيء إليه إليه وتردد عليه أما من يأتيه بعض الأحيان لحاجة فهذا أخف ترجمة نانسي قنقر